ربما أن إحاطة المبعوث الأممي هانس جروند بيرغ لمجلس الأمن الدولي الأخيرة انتظرها اليمنيون أكثر من سابقاتها لأنها جاءت بعد الإعلان عن اتفاق خارطة طريق ينهي الحرب ويفتح بابا نحو السلام العادل بالدخول في تفاصيل الإحاطة الجديدة فإن الاعتداء الإسرائيلي على ميناء الحديدة كان منطلقا لكلمة المبعوث الأممية أدان فيها الضربات على المنشآت الحيوية وتدميرها والتي قد تتسبب في عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين المتضررين من الحرب منذ نحو عشر سنوات على الصعيد الميداني قال المبعوث الأممي أن الحوثيين يصاعدون من قمعهم على المساحة المدنية والمنظمات الدولية خصوصا بعد تصاعد مستويات العنف بشكل مخيف خلال الأسبوع الماضية لم تكن التحذيرات بعيدة في إحاضة هانس من خضر العودة إلى الحرب الشاملة وعواقبها المتوقعة بما يشمل المعاناة الإنسانية والتداعيات الإقليمية مطالبا بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس خاصة مع السمرار الحوثيين بالتصعيد في البحر الأحمر فيما يخص العاملين في المنظمات الإنسانية دع المبعوث الأممية الحوثيين بسرعة الإفراج الفورية وغير المشروط عن عشرات الموظفين الذين اعتقلوهم مطلع يونيو الماضية والامتناع عن اعتقال أي موظف إضافي كونها تداعيات تعرق الوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الملف الاقتصادي كان حاضرا في إحاضة المبعوث وخاصة القرارات البنكية والمصرفية التي اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا حيث دع الأضراف إلى مزيد من التعاون لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق الأخير خصوصا فيما يتعلق بالقضاع المصرفية بهدف التوصل إلى عملة موحدة وبنك مركزي موحد ومستقل وقضاع مصرفي بعيدا عن التدخل السياسي القائم بأعمال وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية قويس مسويا بدورها حذرت من انتشار سوء التغذية الحاد في البلاد والذي يعاني منه نصف أطفال اليمن خصوصا بعد انخفاض التمويل الذي أثر على عمليات الإغاثة المقدمة للبلاد يتضلع اليمنيون إلى أن تحسن الأضراف المتصارعة النوايا وتتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب والحصار والتجويع بشكل شامل في البلاد كواقع ملموس وليس جلسات إحاضات ومشاورات هنا وهناك بعيدة عن أوجاعهم المؤلمة ترجمة نانسي قنقر